السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا بألف خير النهاردة عملت هامبورجر بيتي وكمان كبدة بيتي كبدة اسكندروني فيلا نبدأ بالطريقة على طول كده انا جبت تون وكوزبرة وفلفل اسود وكمون وملح حابة صغيرين كده فرمضهم او دقيهم بالهون طبعا انا غزلت الكبدة انا غزلتها كويس جدا احط معلقة من الخلطة اللي انا عملتها دي وهاقلبها اهو وهسيب بقيت التومة اللي انا عملتها هسيب بقيتها اللي بيها حلو كويس قوي يعني وسيبيها كده على جنب وانا كنت غزلت الكبدة دي على فكرة وكنت حط عليها لمون وكنت حط عليها خل وسبتها سلتار حد ما اصفت الكبدة دي اسكندروني انا جبت التوصة كده حطيت فيها حبت زيت وهنزل عليهم ببقيت التومة اللي انا فرمته ده اول ما يبدأ ياخد التشويحة دي يعني مش هيلحق هنزل عليه بالكبدة كلها دي كبدة اسكندروني كنت غزل الكبدة على فكرة انا مش من الناس اللي ما بتخسلش الكبدة انا بجازم اخسلها لاني بخاف بصراحة من المقربات والحاجات دي وما بضمنش بخسلها وبحط عليها كمية كبيرة من الخل حوالي ربع كبية وكمين بعصر عليها لمونتين وبسيبها في المصفى لحد ما تنزل المياه كلها حوالي ساعة انا نزلت كده بالكبدة وقلبتها كويس جدا بعد طبعا التومة لحد ما تاخد لون يعني انا عاوزيها في معلقتين تلاتة زيت سخن كده زي ما انتم شفتوا كده عايزيها تاخد لون هتبدأ تنزل المياه بتاعتها انا عصر عليها لمونتين كبار نزلي كل المياه لفي اللمون على الكبدة طبعا الكبدة بدأت تنزل ميتها انا هسيبها لحد ما تبدأ كمان تاخد لون غامق كده وكمان تبدأ تشرب المياه يعني خليها تشرب المياه مش هنحط عليها اي حاجة زي ما قلتلكم انا كده بعصر لمونتين كاملين كل ما اللمون بيكون في الكبدة واخد حقها يعني من اللمون بتطلع طعمها مميز قوي بصراحة بتطلع طعمها حلو جدا مش تندمي على الطريقة دي تجربيها لو حتى تعملي بأي طريقة تانية ما تنسيش تحطيلي لايك تحت شجعيني باللايك شايفين هي لس فيها مياه انا بشرح لكم والله ان هي لس فيها مياه وكمان بقولكم ان انت تحطولي لايك دلوقتي بها سيبها على النار وهعمل التحينة انا كنت عاملة تحينة في البيت كده هبقى نزلوكم طريقتها لو انتم عاوزينها اكتبوا لي في الكومنتات حاطيت حوالي نص كوبية من التحينة حاطيت عليها حبة خل حبة زيت ملح فلفل اسود وكمان طبعا لما كوني عاملة تحينة الاكل يعني هنأكلها جنب حاجة او الكبدة لحاجات ديت بخفف منها الملح خالص كل ما بيكون عدبة بيكون طعمها احلى وهنقلبها كده بقى نفضل نقلب فيها لحد ما تبقى كريمي بصرا تبقى عاملة زيت تلوقتي كريمي جدا تبقى عاملة زيت ملح كريمي جدا كريمي جدا طعمها حلو قوي كمان زي ما انتم شاهدين كده خلاص الكبدة بدأت تشرف فعلا ان الميا بتاعتها بدأت تاخد اللون اللي انا عاوزه اهو الميا نزلت لو تلاحظوا هتلاقي مياه كانت اكتر من كده قطعت فلفل بصو طويل كده رفيع خالص وطويل عايزة يبقى حرق حتي معي بقى انا بدا فلفل رومي حتي معي فلفل احمر كده قرن واحد بس او حتي شطة مش عايزة يكون فيه اصلا طعم شطة خالص متحتيش اي حاجة تكون حرقة بس انا كنت يعني طبعا الكبدة الاسكندراني معروفة بان هي بتكون حرقة شوية بجد الطريقة دي في الكبدة هتعجبكو جدا مميزة قوي وطعمها حلو جدا هسيبه بقى على نار هادية تكمل سويها براحتها دلوقت بقى هنعمل طريقة البورجر البيتي نظيف جدا واحسن من بره بمئة مليون مرة جبت بصلية كبيرة فرمتها كويس جدا لحد ما بقيت نعمة قوي او ابسوريها لو ما عنديكيش كبه ابسوريها حطيت حبة ملح حبة بهرات لحمة كمان حبة فلفل اسود وتوم بودر من كل حاجة حبة صغيرين قوي دوت مقادير نص كيلو لحم زي ما انتو شايفين كده دي نص كيلو لحم مفرومة دي كده بس انا ايه هقلبها اول تقليبة يعني هي اليها تقلبتين علشان تطلع معاكي ممتازة وتطلع معاكي زي بتاع ببرا واحلى بجد نظيفة هو انا اللي عملها في البيت يعني انت عارفة عملتها ازاي ايديك كانت نضيفة ولا لقع عارفة كل حاجة كده قلبنيها كويس قوي هننزل عليها بواحدة فاين فودز ننزلة خلطة البورجر هحطها كلها كيس دوت كيس بيه لنص كيلو نص كيلو من اللحم هقلبها بقى بهم تاني بصوا هتبقى عاملة ازاي بعد ما قلبها هقلبها بصوا انا بقلبها كده لحد ما قلقيه كل خلطة البورجر اختفت بصوا بقت جميلة جدا بقت طحفة بمعنى الكلمة هجيب بقى كيس من كياس اللي هي اللبن والحاجات دي هفتحوا كده من الجنبين من تحت ومن جنب واحد وهفردوا كده على الرخامة تكون الرخامة نظيفة وهبدأ اخد حت من اللحمة دي المفرومة اللي انا عملتها بورجر وهبدأ افردها بصوا هفردها ازاي هفضل اضغط عليها كده ببطن ايدي لحد ملاقيها بقت مفرودة كويس وعلى قد متقدرة تخليها رؤياء كل ما بيكون رؤياء بصراحة بيكون احزن دي قطعت البيض اللي احنا بنعمل فيها البيض ديت انا خدتها كده وعملت بيها اهو بصوا هطلحها بكل سهولة بقيت بورجر زي بتاعبارها بالزبط مميز اوي بجد طعمها روعة 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 بجد هتجربوها وهتدعو لي لو ما عندي كيش قطعت البيت دي هي رخيصة يعني مش عارفة بعشرة بني ولا ايه هي رخيصة مش غالية لو ما عندي كيش ممكن تعمله بكوباية الرز بلبن علشان بيكون البق بتاعها كبير يعني هتبقى كبيرة نفس الحجم ده والتقريبة بفضل بقى الباقي باخده بكوارو كده وعملو كورة كويسة واقلبو كويس علشان مزبوطة معي وابدأ اعمل تاني طبعا انا بعمل على حتة من الكيس دوت يعني الكيس تحتي ايهو زي ما انتو شايفين كده وبحط برضو على اطراف الكيس حاولين ما انا بعمل كده هفضل بقى اعمل كده بصوا زي ما انتو شايفين كده وابدأ احطها وافردها عايز اقولكو ان نص كيلو من اللحمة عملي اتناشر واحدة من البورجر بجد روعة الكمية كمان حلوة قوي ان انا مش مزودة لها اي حاجة وعمليها بيتي ونضيفة قوي ما تنسيش تنزلي تحت وتحطيلي لايك علشان هو اللايك اللي انت بتحطي ده بيشجعني وبيعرفني اللي بعمل حاجة حلوة يعني هبدأ اعمل كده بقى وكملهم مع نفسي دلوقتي ما انا جبت صنية هحطها في الفريزر جبت الكيس كده وقطعته برضو فتحته وبدأت اخد الحاجات اللي انا البورجر اللي انا عملته وبدأت ارسو كده زي ما انتوا شايفين على الكيس جنب بعض انا هبدأ كمان الوقت هحطهم كلهم يعني زي ما قلتلكو هي عملت معي 12 واحدة من البورجر بنص كيلو من اللحمة فانا شايفة ان هي كمية مناسبة جدا وحلوة قوي انا هزبطهم بس كده ويحطهم فتحت الكيس تاني بنفس الطريقة وحطيته على البورجر اللي هو صفي الاولين ده هو حط عليه صفي تاني بس انه طبعا هما ايه على قد ما هيخد معي يعني انا كنت عمله نص كيلو من اللحمة بس انا بقى سبته في الفريزر يوم كامل هو ممكن لو انت هتعمليه في نفس اليوم يعد اربع تيام وكده خلاص بقت انا تقريبا تاني يوم كنت عامله يعني بدأ تحمره بقى هعمله جنب الكبدة فانا حطيتلكو الفيديو بس ورا بعض لكن لو انت هتعمليه في نفس اليوم حطيه في الفريزر اربع ساعات في الفريزر مش في التلاجة طلعيه على طول بقى من الفريزر تروحيه حطيه على طول في زيت سخن طبعا انتو عارفين ان اللحمة بتكس فطبيعا هي تصغر شوية بس مش تصغر كتير ولا حاجة يعني بس بصراحة كده احسن انا بالنسبة لي ان انا كنت جابه مرر بورجر وكان طعم وحش جدا فانا شايفة ان الطريقة دي مناسبة ليه وطعمها حلو وكمان معموله في البيت يعني زي الفل بجد انا بس كنت معالية النار هبدأ ازبطها وعايدي هثيبه لحد ما ياخد اللون من الجنبين زي ما انا عاوزة انا عاوزة اخد نفس لون البورجر اللي احنا بنجيبه اللي هو يبقى مظبوط التسويب بتاعته يكون مظبوطة فما تخليش نرعلي قوي زي ما قلتلك ان انت بتطلعيني الفريزر بتحطيه على طول على النار ما تقلقيش من اي حاجة يعني هو دي الطريقة السطح بتاعته بصنا كده قلبته عن ناحية التانية شايفين لونه عامل ازاي لونه حلو بجد جميل بس هي الكاميرا ظالماء يعني هو طل لونه احلى من كده اصلا بس انا هعملكه دلوقتي زوم هوريكو لونه عامل ازاي هعملكه دلوقتي زوم هوريكو شكله عامل ازاي هشوف بس الكبدة كده بص وقت عامل ازاي كده شربت كل المية كده انا عرفت ان هي استوت مين شربت كل المية وكمان الفلفل اللي انا كنت مقطعه شرايح رفيعة دبل جدا فبقى عادي انا بحب بحطه كده بصوا عامل ازاي شايفين الجمال بصوا اللون اصلا اللحمة بينا ان هي معمولة في البيت شكلها طحفة كده بقى انا خلص خلصت وبدأت حاطتهم كده على في طبق لوحدهم طلعت التحينة كمان كنت مقطعه فلفل وطماطم شرايح كده صغيرة هبدأ احشيهم بقى كده بالطريقة اللي تعجبك يعني في الكايزر حطت بقى على تحينة انا كمان كنت جايبة كاتشوب ومينيز بس هيحط اللي عاوز هيحط لنفسه براحته بحلوة جدا اللي عندك اطفال هتبقى كمان حلوة جدا ومميزة معيك والله حطت كبور يعني انا كمان بحبها جدا فهي اكلة مميزة ومفيش حد بصراحة بيختلف عليها يا رب الفيديو يكون الاعجابكو يكون حلو وخفيف عليكو وما تنسوش اللايك والاشتراك لو انت اول مرة تشوفيني انضمي لعيلتي الصغيرة انا مش هكبر غربيكو باذن الله يا رب اكون فتكو بقى الفهنا عليكم انا عملتهم كده بص بشكل بسيط يعني حشيتها كده في كايزر وفينو الفينو حاطيت فيه الكبدة بالتحينة كده اكلة خفيفة وممكن كمان تعملي كل حاجة لوحدها من الشرط تعملي زين هو الاتنين مع بعض ولو حابة نستعمليه الاتنين مع بعض ممكن لو انتوا اقل يعني الافراد مش كتير انا عامل على فكرة نصف كيلو من الكبدة ونصف كيلو من اللحم ممكن برضو كل حاجة تعملها لوحدها بالطريقة اللي تعجبك اهو شكلها حلو جدا بقى الفهنا عليكم وباي باي